تانية عندنا مشكلة في المسابقات في مصر المسابقات في مصر هي لا عمرها كانت منتظمة ودي حاجة قديمة ولا عمرها كانت بتطلع نتاج عظيم لمنتخم مصر ما حدش يقولي 2006-2008-2010 عشان انا بقى يتقرح خلاص السيرة دي بقى يتقرحها بقى جي الاستثنائي وحدث الاستثنائي في تاريخ مصر من ساحة مبادرة القرى عنا ست سنين من مداية القرى لحد الوقت ست سنين كانوا استثنائيين ما ينفعش الاستثناء دا تفضل تخلي قاعدة دا استثناء ممكن محصلش تانية اصلا الله واعلم بس تخلي قاعدة محتاج تشتغل فالمسابقات المصرق مش هتطلع لك اعظم اللي عابين طيب هنعمل ايه لازم المسابقة ما منتظمة لازم انت كاتحاد او كربطة تبقى قوية جدا في ادارة المسابقات بتاعتكم لازم بصراحة شديدة بصراحة شديدة ما ينفعش ابدا تحاد كورة او رابطة او اي حد بيدينه كورة في مصر يفضل طول الوقت قلقانين من الاهل والزمالك اكبر ناديين في مصر واكتر ناديين في مصر عاملوا انجازات بس ما ينفعش انت اللي فوقيهم وتبقى تحتيهم ما ينفعش احنا بينا شغالين كلنا كل الكرة في مصر بيشتغلوا عشان الاهل وزمائك بيبقوا زعلانين بالمناسبة مش بقول ان الاهل وزمائك غلطانين يعني ممكن بقى الاهل فعلا عنده حق وزمائك يبقى عنده حق الله اعلم بس لازم تتبقى قوى شوية سيطر يا اخي محدش يقولك ايه لا اجيل المطش ده ده ما انت هتاخد لعيبتي للمنتخب اجيل المطش ده ده ما انا بلعب مطش في افراك اجيل المطش ده مش عقف عشان ايه اللعيب الفرية ده ده ات ايدهولي اللعيب الفرية ده اتعقبهولي النادي الفرية ده اتزعلهولي هي كده لازم انتك تبقى اقوى بكتير وبصراحة بالنسبة للمسابقات انا لحال الوقت مش فاهم ليه اصلا يبقى عندنا مسابقة من 18 نادي يعني خليهم 14 خليه منافسة ما تبضلش تجامل ماكولي ده على حساب منتخب مصر خليهم 14 18 بتاع ايه يعني من كغوة 18 اعمل 14 والمنافسة هديد اكتر بكتير وما تخافش خليك جريء ما نجيش تقول ايه انا السنة دي ههبط 6 فرق فاتخاف ان القندية ده تسبغ في وشك ما انتخاف عشان الانتخابات ما تخسر ما تقوليش بقى مصلحة الكرم مصرية ولا بتاع انت خايف بس اقول لا انا هخلي الدوري 14 فريق كاس مص هتبقى موعده 1 2 3 4 ما فيش تغيير كاس الرابطة هل كاس الرابطة حتى هذه اللحظة فاد منتخب مصر وفاد الكرم مصرية على فكرة مش معطلد على كاس الرابطة بالعكس انا احب يبقى فيه مسابقات واحب الناس تفرج على كرة كل الوقت بس في الزحمة اللي عندنا دي هل اصبح قمته كبيرة خاصة مع انسحاب الاهل والزمالك والاندام يعني ليه بنزود على نفسنا اصلا واحنا مش عارفين نخلص اللي عندنا حلو ان يبقى عندنا يا رب يبقى بكرة فيه كاس رابطة وكاس مش عارف ايه وكاس وكاس ونتسمي الكهوس كتير اول نلعب كرة كل الوقت احنا اللي بيحب الكرة هيبعايز يفرج على كرة كل الوقت وفرة وتلعب بس احنا لسه عندنا مشاكل يا جماعة نحلها الاول نحل المشاكل اللي عندنا دي دوري من 14 فريق بطولة دوري منتظمة كاس منتظم نركز في دول ببدائيا يعني نخلصهم نحنا فيش سجبل مش عارفين نلعبه